أنا مش عايز أطيل على فخامة رئيس وعليكم لكن المباحثات السنائية اللي تمت عكست قد إيه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة وأيضا فيما يخص القضايا الدولية توافقنا على أن أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراحة الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المديني ثم وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية أنا مرة تانية برحب بفخامة الرئيس وبشكره على وجوده في مصر وأيضا على إرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة ومرة تانية تغذيري واحترامي الكبير لشخصكم وسعيد بالزيارة وحب أسعيد أكتر أثناء زيارة البرازيل شكرا فخامة الرئيس الفضل